في الوقت الذي يحشد فيه نظام أسد كل ما يتاح له من وسائل إعلام ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج على أن مناطق سيطرة ميليشياته تنعم بكل متطلبات الحياة تبدو الصورة في الواقع قاتمة حد العتمة هذه المشاهد التي رصدتها كاميرا أوريانت في منطقة الإدعشرية الواقعة بين منطقتين باب شرقي والدولعة تكشف سوء الواقع الخدمي في المنطقة سيما في مجالي الخدمات الصحية والنظافة ما يتسبب لسكانها بمزيد من المعاناة فالحي الشعبي تحول إلى مكبل القمامة وكذلك فإن مجا نهر بردى صار مجرد مصب لمياه الصرف الصحي مخلفا رائحة كريهة وأمراض لا تعد بدءا من اللشمانيا وصولا إلى الكوليرا الوباء الذي يتفشى رويدا رويدا في مناطق مختلفة من سوريا وأودى بحياة 43 شخصا وأصاب أكثر من 800 آخرين بحسب الإحصائية الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة في حكومة ميليشيا أسد وعلى الرغم من أن المنطقة التي نتحدث عنها في هذا التقرير لم يسبق وأن خرجت عن سيطرة ميليشيا أسد ولم تتعرض لقصف كالذي تعرضت له الغطة الشرقية وتسبب بتدمير بناها التحتية والخدمية إلا أن ما آلت إليه أوضاع المنطقة توحي وكأنها بعيدة عن مركز العاصمة ألف الكيلومترات إلا ترحيل للقمامة ولا حملات تنظيف لشوارع أو مجرى النهر ولا حتى مراكز صحية يراجعها المرضى وقت الحاجة صور تظهر حقيقة تعاطي حكومة ميليشيا أسد مع احتياجات السوريين في مناطق سيطرتها وحجم التضليل الذي تمارسه عبر وسائل إعلامها والمرتزقة الذين توظفهم لتلميع صورتها في الخارج